إلى سقطرا حيث أطلقت ميليشيا الانتقالي الممولة إماراتياً سراحاً ناشط السقطري عبدالله بدأهم بعد أيام من اختطافه وقال بدأهم في منشور له على فيسبوك إنه من المؤسف أن تصبح السجون والمعتقلات من نصيب المدافعين عن وطنهم وعن الحقوق والحريات العامة وأضاف أنه سيواصل قول كلمة الحق مهما كلف الثمن شكرا